فاكتوريزيشن درس الفاكتوريزيشن سهل جدا عبارة عن ايه ان انا بشوف كل نمبر بيتكون من ايه يعني ايه بيتكون من ايه يعني انا لو قلت التو عبارة عن ايه تايم از ايه what time is what تو تايم از وان قلنا يبقى التو والوان دول هما الفاكتورز بتوع التو طيب لو قلت مسلا النمبر اكبر من التو من التو شوية لو قلت تن التن ايكوال ايه هنعمل كده التن ايكوال تو طايمس فايف يبقى وإيكوال ايه تاني وإيكوال وان طايمس تن يبقى التو والفايف والوان والتن دول هما فاكتورز لنمبر تن طيب لما باجي بقى اعمل فاكتوريزيشن للنمبر مش ببدأ بأي حاجة عمل لها ديفايد لازم ابدأ بدا سمولست برايم نمبر ينفع عمله ديفيجن للنمبر ده يعني ايه يعني لو قلت مسلا ثرتي سيكس عايز عمله فاكتوريزيشن بجيب اول برايم نمبر وعمل له ديفايد ايه اصغر برايم نمبر ده سمولست برايم نمبر احنا تفعنا قلنا الوان نوت ابرايم نمبر ليه لان البرايم نمبر لازم يكون بيتكون من تو فاكتورز الوان والنمبر نفسه طب بالنسبة لنمبر وان النمبر وان والنمبر نفسه هم هم وان يبقى ده كده ليه يعتبر ليه وان فاكتور اللي هو الوان انا عندي البرايم نمبر لازم يكون بيتكون من تو فاكتورز طيب يبقى انا عندي سمولست برايم فاكتور هو التو يبقى حعمل ديفايد باي تو حبدأ بالتو ليه لان ده ايفن نمبر ينفع عمله ديفايد تو او اعملها كده كأنها لو متعودين عليها وبنقول ثري ديفايد تو ايكوال وان ليه لان من تيبل تو اصغر نمبر عندي ينفع عمله يطلع ينفع يطلع ليه هو الوان طايمس تو واكتب هنا التو وعمل برينج داون للسيكس تبقى سيكستين ديفايد تو ايكوال ايت وات تايمس تو ايكوال سيكستين وفي الاخر حتبقى تو زيرو زيبقى هنا حكتب الاتين طيب اجي للاتين الاتين ينفع عمل لها ديفايدت باي ايه سمولست برايم نمبر اللي ينفع عمله ديفايدت اللي ينفع عمل للاتين ديفايدت باي التو طب ما هو ينفع اقول الاتين ديفايدت ثري ايو بس الثري مش ده سمولست برايم نمبر ينفع أقول 18 divided 6 بس الـ 6 مش ده smallest prime number أنا لازم وأنا بعمل factorization أبدأ بالsmallest prime number يبقى 18 divided 2 equal 9 sorry 18 divided 2 yes equal 9 لأن 2 times 9 equal 18 طيب 9 divided إيه إحنا قلنا smallest prime number smallest prime number هو 2 طيب ينفع أقول 9 divided 2 يديني number without remaining ما ينفعش يبقى شوف الـ prime number اللي أكبر من 2 على طول اللي هو 3 لأن ده odd number ما ينفعش أعمله divided by 2 يبقى حنعمل divided 3 9 divided 3 equal 3 عشان 3 times 3 equal 9 طيب وبعدين 3 أعمل لها divided A ينفع أعمل لها divided 2 No يبقى حعمل لها divided 3 3 divided 3 equal 1 يبقى أنا كده عملت factorization لـ 36 اللي طلع لي هنا النumbers اللي طلعت لي هنا دي أعمل لها multiply by itself الـ result تطلع لي 36 إحنا قلنا هنا 36 divided 2 equal 18 18 divided 2 equal 9 9 divided 3 equal 3 3 divided 3 equal 1 يبقى 2 times 2 times 3 times 3 equal 36 طيب تعالوا نقر 2 times 2 equal 4 و3 times 3 equal 9 و4 times 9 equal 36 يبقى أنا كده الرزلت بتاعت بتاعت الفactorization صح لازم أوصل لإن هنا يطلع لي 1 في الآخر لو ما طلع عليش 1 يبقى في حاجة غلط تعالوا نعمل factorization مثلا لأي number لو قلنا مثلا الـ 18 هعمل divided لزا smallest prime number smallest prime number هو 2 وده even number يبقى ينفع حط 2 هنا الـ 18 divided 2 equal 9 أكتب الـ 9 هنا اللي هي الـ result الـ 9 أعمل divided 2 ينفع لا الـ 9 مش even number يبقى ما ينفعش أعمل لها divided 2 يبقى شوف الـ prime number اللي أكبر من 2 على طول اللي هو 3 9 divided 3 equal 3 طيب 3 أعمل لها divided by what 2 ما ينفعش يبقى أعمل لها divided 3 3 divided 3 equal 1 يبقى الـ numbers D لما أعمل لها multiply تديني 18 هنشوف 2 times 3 equal 6 6 times 3 equal 18 يبقى 2 times 3 times 3 equal 18 يبقى أنا كده عملت factorization للـ 18 طيب الأسئلة بتيجي إزاي بتيجي مثلا زي كده factorize 42 اعمل factorization لـ number 42 يبقى هاعمل إيه ده smallest prime number اللي هو 2 ودي even number يبقى ينفع أعمل لها divided by 2 4 divided 2 equal 2 2 divided 2 equal 1 الدني 21 21 ينفع أعمل لها divided 2 no عشان ده odd number مش even number طيب هنعمل إيه هنعمل divided 3 21 divided 3 equal 7 طيب 7 ينفع أعمل لها divided 2 وهو smallest prime number no طيب ينفع أعمل لها divided 3 no أصلاً 7 prime number مش هينفع أعمل لها divided غير على نفسها والone only بس يبقى هنعمل والone طبعاً مش prime number احنا اتفعنا إن احنا بنحط هنا prime numbers يبقى مش هينفع أقول غير 7 divided 7 equal 1 يبقى 42 equal 2 times 3 times 7 طيب نيجي للـ 26 26 هنعمل لها divided 2 the smallest prime number ونقول 2 divided 2 equal 1 و6 divided 2 equal 3 يبقى 13 طيب الثرتين دي أصلاً prime number ليه؟ لأنه ما عنديش أي حاجة في التابلز بتاعتي أي result فيها 13 ما عنديش أي number أعمل له multiply في أي number يديني 13 غير الone times 13 يبقى مش هينفع أحط هنا غير 13 وأقول 13 divided 13 equal 1 يبقى 26 عبارة عن 2 times 13 طيب تعالوا نشوفها بالطريقة الثانية factorization بطريقة 3 16 عبارة عن 6 times 10 وبعدين دي النمبرز الكبيرة باشوف إيه أكبر 2 numbers ينفع أعمل لهم multiply الديني 60 اللي هما 6 times 10 وامسك بقى كل number منهم أعمله factorize 6 عبارة عن 2 times 3 وال10 عبارة عن 2 times 5 يبقى prime factors لل60 أنا طبعا لما أعمل factorization عايزة prime numbers بتاعت مش عايزة 6 وال10 بس أنا عايزة prime numbers عايزة أوصل للprime numbers اللي لما أعمل لها multiply تديني النمبر يبقى 2 وال3 وال2 وال5 هما دول prime factors بتاعت 60 طيب هنا لو القتين بطريقة 3 هقول القتين عبارة عن 2 times 9 طيب ال9 عندي عبارة عن 3 times 3 وهنزل الطو زي ما هي لأنها عبارة عن 2 times 1 وال1 قلنا مش prime number يبقى مش هكتبه يبقى prime numbers بتاعت القتين اللي هى prime factors بتاعت القتين 3 times 3 times 2 الprime numbers 6 times 8 أكبر 2 numbers يتعمل لهم multiply ديني 48 طيب ال8 عبارة عن 2 times 4 وال6 عبارة عن 2 times 3 طيب ال2 هتنزل زي ما هي لأن هي أصلا prime وال3 برضو prime ال4 عبارة عن a times 8 2 times 2 وال2 دي هتنزل زي ما هي يبقى prime factors ال48 هما 2 times 3 times 2 times 2 times 2 يبقى النumbers دي هي prime factors طبعا طريقة اللين هي أسهل بكتير لأن أنا بحط النumbers قدامي هنا مرة واحدة بشوفها على طول the smallest prime number أعمل له divide هقول 96 divided 2 9 divided 2 equal 4 2 times 4 equal 8 remaining 1 16 divided 2 equal 8 يبقى 48 times 2 equal 96 يبقى هنكتب هنا 48 divided by the smallest prime number اللي هو 2 4 divided 2 equal 2 8 divided 2 equal 4 يبقى 24 divided by the smallest prime number برضو اللي هو 2 طول ما عندي even number زينا بحط 2 برحتي 24 divided 2 2 divided 2 equal 1 4 divided 2 equal 2 الداني 12 12 divided ايه the smallest prime number اللي هو 2 12 divided 2 equal 6 divided the smallest prime number اللي هو 2 6 divided 2 equal 3 لحد هنا بقى وصلت even number ما ينفعش أحط بقى هنا 2 ايه number greater than 2 على طول 3 ينفع 3 divided 3 يس لأن اصلا 3 prime number مش هينفع عمل لها divided غير على نفسها 3 divided 3 equal 1 يبقى prime numbers بتاعت 96 2 2 times 2 times times 2 times 3 شكرا